مش من السهل ان احنا حتى يعني نفكر ان في لعب مصري وصل لمية جون مع فريق واحد في البريمير ليج ومية واثنين جون بشكل عام في البريمير ليج وبقيله جونين بس ويكون اكتر لعب افريقي يسجل في تاريخ البريمير ليج يعني هي ارقام بالنسبة لجناح دلوقتي درقبة ها درقبة وفرق جونين دلوقتي بس عن صلاح جونين فقط بالنسبة لجناح ودرس حربة كلاسيكي بيلعب يمكن عدد مباريات كمان اللي عملها اكبر بكتير من صلاح درقبة عدد ماتشات اكبر بكتير درقبة حوالي 10 مواسم مع تشيلسي اعتقد يعني لو لم تخن الزاكرة صلاح بيلعب الموسم الخامس ليه صحيح فمعدل تهديف مجنون يعني معدل تهديف كبير جدا لجناح لما نيجي القرنه كمان انه بقى نح 36 أسست في الخمس مواسم انه اكتر لعب بلمس الكرة في الفيربول انه عنده فرص كتير جدا انه هو يحطم ارقام كتيرة في تاريخ الفيربول كل اسبوع دلوقتي بقى محمد صلاح الناس بتشوف عملية لان اكيد هيبقى فيه رقم قاسي مكسور الناس بس بتقلق ايه اللي يفوتها فظاهرة محمد صلاح يعني فيه ناس بتقول ان احنا بنردد كتير المسألة لا المسألة عظيمة اللي بيحصل ده مش طبيعي اللي بيحصل ده مش طبيعي وفي اعتقاد الشخص صعب جدا جدا نلاعب مصري مليانة مواهب وبنتكلم على كل حاجة لكن عشان الموهبة مع الشخصية مع الالتزام مع التضحية مع ان يلعب في البريميال ليج ويكون هدى في البريميال ليج لمدة 3 مواسم والارقام القويسية الكبيرة ان واحد من مصر يكون من اعظم 3 لعيبة على مستوى العالم يمكن محمد صلاح كان يمكن يستحقه يكون يمكن من افضل لعيب العالم على المشوار اللي ميجي اعتقد ان ده شيء طبعا ما بيكررش ومش هيكرر كتير حضرتك دربت صلاح في 2012 في بكين وكانت البطولة دي بعد ما يعني في موضوع بازل كان لسه حامي فانت حضرتك شفت عمل ايه لما لعب مع البرازيل لما لما نزل مالش البرازيل عمل ايه في مرسل وعمل ايه لعب بمنتهى الاريحية لانه هو عارف لانه دي بالنسبال ومثلا ال45 دياله هو الشوط التاني بعد ما كنا متعسنين شوية في الشوط الاول ال45 دياله في الشوط التاني دي بالنسباله هي اللي هتخليه يسوق نفسه في اوروبا بيعرف ينقل لحظات اللي يعني اللي تخلي محمد صلاح فعلا مختلف عن اي لعب في تاريخ مصر وعلشان كده هو يعني مهما تكلمنا الموضوع مش هيبقى فيه افوارة يعني زي ما بنقول لا اللي بيحصل ده اللي بيحصل ده غريب اللي بيحصل ده غريب علينا وعتقد النوع نقلة للعب العربي بشكل عام يعني اللعب المصري بس يعني حتى الانجازات اللي كانت بتحصل من المحترفين العرب زمان بتبقى لقطات كده اللي هو مثلا يعني ما احترامل كل حاجة ربح ماجر طبعا في نهاية الشامبينز ليج واحدة وليه وفضل في البرتغال في بورتو في مأسار كبير نقصوا محمد صلاح مش فيه حتى اللعبة اللي مثلا بتتميز بالمهارة ما بتعملش كل الارقام دي فمحمد صلاح عمل معادلة جديدة على اللعب العربي عموما وعلشان كده هو اسطورة حقيقة في اليفربول والنهارده بيتر كراوتش بيقول احنا لازم كناس لعبة لليفربول ندي للرجل ده احترامه شوية اكتر من كده مش معنى ان هو حطم الارقام دي كلها في خمس مواسم من صورة اللعب لعشرين سنة عشان اسمي لجند لا هو دلوقت لجند اعتقد دلوقت محمد صلاح كتب اسمه من حروف من ده في تاريخ ليفربول وفي تاريخ البرميال ليج ما فيش شك وخاصة بقى اسطورة خلاص اسطورة من اسطير ليفربول تعال نشوف انا وانت ارقام مبارات ليفربول وبرينتفورد ومن خلالها كمان نعرف يورجن كروب بعدها قال ايه بالتعادل اعتقد انها كانت الى حد ما طبعا يعني تعطر تعصر لفريق ليفربول بعد طبعا انطلاقة رائعة لكن احسانات المباراة قدامنا ما يحمد طبعا 3-3 الفرص 9 فرص ليفربول مقابل 9 كمان فرص لبيرتفورد طبعا ده عدد كبير جدا لفريق وافد على البريميال ليج الاهداف المتوقعة كانت لصالح بيرتفورد 2.1 نسبة الاستحواز 60 لاربعين لصالح ليبربول التمريرات 576 منها 486 صحيحة ليبربول بنسبة 84% مقابل 75% على الجانب اخر بيرتفورد 14 تسويبة متهم 6 ما بين القائم العرضة لليبربول مقابل 10 تسديدات ما بينهم 4 ما بين القائم العرضة 21 عرضية ليبربول بيرتفورد 13 11 رفنيات في مقابل عدد 2 لبيرتفورد ارقام بالنسبة لوافد جديد لبريميال ليج بلاعب فريق بحجم ليبربول اعتقد ارقام شجاعة جدا ارقام شجاعة جدا جدا هو استغل كمان الدفع الجماهير الكبير لانه كمان ليبربول تحس في اوقات ما كانش بيلعب لعبه واللعبه متوترة حتى لقطة صلاح لما جاب الجون وفضل شوية واقف لانه حاسس انه افصيد هو بيعملها كتير دلوقتي ومن ساعة لما الفار دخل هو حاسس انه يجب انه هو بيعمل الاكسليريشان سريع جدا فهو دائما متخيل ان انا سبقت ان انا عندي مشكلة سوى حتى فدي برضو ناجح انه يكسر الافصيد حتى برغم السرعة الكبيرة ارقام فعلا زي بتفهم حضرتك انه ارقام شجاعة جدا بالذات رقم الفرص الصحيح من الفرص يعني والاكس جيل اللي هو الاهداف المتوقعة هو بيعرف يترجم فرصه الاهداف كويس جدا مشاطش اقل من ليبربول بكتير يعني 14-6 وبرينتفورتش اتربعة وانتارجت منهم من عشرة بشكل عام فاعتقد وحتى الاستحواة 60-40 مش نسبة اتعبر لك عن فرق المستوى من ليبربول وبرينتفورت يورغن كلوب المدير الفني ليبربول الا بعد المباراة نشوف ما حضرتكم كانت مباراة مذهلة هجوميا وانا سعيد حقا واعتقد في لحظات لعبنا فيها بعضا من افضل كرة القدم التي خضناها حتى الان صنعنا افضل الفرص ضد فريق منظم حقا ولكن من الواضح اننا عانينا في هذا اللقاء ضد كراتهم الطويلة محمد صلاح لاعب استثنائي واعتقد انه قبل اسبوعين او نحو ذلك سجل مئة هدف الدوري والان مئة هدف لليبربول لقد اعطيناه بالفعل القميص مع رقم مئة ربما يتعين علينا منحه واحدا اخر سيتحدث الناس عن بعض اللاعبي هذا الفريق وايضا عن محمد صلاح لان الارقام هنا مجنونة لا تصدق ولكنني اعرف مو وهو الان جالس في غرفة الملابس يفكر في فرصتين اضاعهما او لم ينتهزهما لذلك ربما يكون الهدف التالي له هو ان يكون اسرع لاعب على الاطلاق يسجل مئة وخمسين هدفا هذا هو الوضع ولكن بالطبع انجاز رائع للغاية لا شك فيه احمد تعاليك على تصريح يورجون كلوب بعد المورة كلوب في حتة بيقول يعني حتى الاعلام الانجليزي صلت الضوء عليها بيقول يقدر بنا منحه قميص اخر نوداله رقم مئة بعد الهدف مئة مع ليبربول يمكنه هنا يصدق على موضوع ملف التجديد التعاقد لانه يعني صلاح يطمح لعقد كويس دلوقتي مع اقتربه من عشرين تلاتة وعشرين اللي هي سنة انتهي العقد تقريبا فهو عايز احميس جديدي يتكتب عليه سنة تانية ان عقده بس ده طبعا تفسير ممكن يبقاش ليه علاقة بالحقيقة قوي بس هو كلوب يتكلم عن تعطش صلاح النقطة اللي احنا فمنا نتكلم فيها ان هو متعطش دايما للرقم اللي جاي بيقول ان هو جايب مئة جون وقبل كده جايب مئة ومئة في البريمير الليج بشكل عام ودلوقتي مئة مع ليفر بول ولسه زعلان على كورتين ضيعهم في قط اللبس فده بيوحيلك ان حتى كلوب واخد باله من تعطش صلاح للتاهم شغف شغف محمد صلاح لا توقف يمكن سريعا هتكلم كان فيه موقف انا وكنت محمد صلاح كنا بنتكلم على بطولة امم افريقيا وقلت له انجاز كبير ان احنا اخدنا البطولة ثلاث مرات واربعد انجاز ما اعتقدش الكر قال لي لا يا كابتن ان شاء الله جلنا دوت يحقق الانجاز دوت ونقده ثلاث مرات واربع مرات واربعد عايز اقولك ان الشغف دوت هو اللي بيدي محمد صلاح القوة والشغف ده دايما محمد صلاح مش مكتفي باللي يوصله وده مهم جدا واعتقد دي شخصية شخصية بطل وان شاء الله كلنا وراه وكلنا بنادعم محمد صلاح زي ما انت قلت وكلنا بنقول ظاهرة صعب جدا تقرر تاني في القرى المصرية